السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم محمد تحسين من قناة سرشاجي ازيكم عاملين ايه? اه كل السنة وحضراتكم طيبين بمناسبة تعييد الاطحى الكريم وبالمناسبة دي انا عايز اسألكم سؤال جدا من انتحادك بتلاحظ والدتك او اختك او مراتك بتقوم من شغل البيت كله اه تقدر تنظف البيت تخسل سجاجيد تروأ اه تخسل مواعين تزبط الشقة كلها وتخسلها زيت كمان ان هي تكولكو فدومكو وتعملكو الاكل ومشاء الله انت متقدرش تعمل ربع اللي هي بتعمله او طم اللي هي بتعمله فايه الفرق? السؤال ده فعلا فعلا جي في دماغ كتير قوي ان انا اسأله ايه الفرق ما بين الحتة دي والحتة دي ازاي الستات بتقدر تعمل الشغل ده كله وانا ما بقدرش اعمل ربع الشغل ده مع ان احنا كرجالة اقوية زي ما بتقدرش حتى بشغل البيت يعني الشغل هما بيعملوا عموه ان انت تروح السوق وترجع وتعمل اكل الشغل ده انت لو تيجي تبصه له تبص ان هو شغل بسيط بس ان ده لما بتقدرش تعملوا ابتلESS النتيجة اولا الهرمونات بتلعب جزء كبير او احنا عندنا احنا عندنا هرمونات الزكورة عالي او عندنا هرمون التستستيرون هو ده عالي جدا عندنا الهرمون عندهم هرمون الاستيروجين وده هرمون الاونوسة وده عالي او عندهم الفرق ما بين الهرمونين دوله. الهرمون التستستيرون ده بيزود الدخامة العضلية وبيزود حاجة اسمها البروداكشن انرجي. اللي هو الطاقة يعني عموما اللي احنا عندنا طاقة قوية. طب بما اننا عندنا طاقة قوية طب اشمع ان احنا مش اكوية زيهم. هاولا. هم عندهم هرمون الاستروجين. هرمون الاستروجين ده اه فايدته اللي هو بيعمل حاجة اسمها فتيج ريزيستنت. فتيج ريزيستنت دي اللي هي ايه? لو عملك مجهود تقدر لو قعدت تقوم على طول تكمل مجهود تاني. اللي هي فترة الراحة عندها قليلة. فتقدر تكمل يعني كزا مجهود وراء بعض بفترات استراحق قليلة. غير نحنا. انت مسلا لو بتروح جم وبتلعب حديد ولا حاجة تلاقيك على طول تاخد فترة طويلة شوية عشان تقدر ترجع تشيل اوزان تاني. دي اول حاجة. الحاجة التانية ان الكتلة العضلية عندنا او العضلة مكونة من حاجة اسمها توفايبرز. يعني مكونة من اتنين الياف عضلية. حاجة اسمها الياف عضلية بطيقة الانكباض والياف عضلية آآ سريعة الانكباض. تمام? احنا في جسمنا كجسم الانسان جسم الراجل بيغلب علينا آآ الياف العضلية اللي اسمها سريعة الانكباض. اللي اسمها فاست تويتش فايبرز. فاست تويتش فايبرز. الستات بيغلب عليهم آآ اللي هو سلو اللي هو الياف بطيقة الانكباض. ايه الفرق بين الاتنين دولين? انا هقول لك. الالياف اللي هي سريعة الانكباض اللي انت تقدر تقوم بمجهود كبير اوي وعنيف جدا بس فترة قليلة قوي. وده اللي بيجلب على جسم الانسان والجسم الراجل عموان. يعني انت تقدر تشيل مثلا تلاجة مثلا لو انت جايد بتشيل عقش ولا بتشيل اي حاجة. ممكن تشيل تلاجة من اول دور لحد رابع دور. بس بحكات فايز. الست تقدر تقوم بمجهود بسيط بس الفترات طويلة جدا. ها احسن شوية. احنا باجسامنا اه وليكم مسلا عضلة الظهر. عضلة الظهر دي دي اسمها يعني احنا قلت لك في البداية قلت لك ايه? ان في جسم الراجل والست اه يعني هو فيه ميكس كده ما فيه فيه اختلاط كده بين العضلات بطيقة الانكباض وسريعة الانكباض. بس احنا اغلبية اه اه كرجالة احنا اغلبية اه اه يعني جسمنا بيبقى مكون من الياف اه سريعة الانكباض. اما الستات اغلبية اه اغلبية جسمهم بيبقى مكون من الياف بطيقة الانكباض. تمام? انا بقول لك الاغلبية مش كله طبعا. فالياكم مسلا انت كراجل عندك مسلا عضل العين اه سريعة الانكباض تقدر تقفل وتفتح انك بسرعة بسرعة رهيبة ايه تمام? بس لو عملتها كده الفترة هتلاقيك بعد كده تعبت عشان دي سريعة الانكباض تقدر تعمل مجهود سريع بس مش لفترة طويلة. الظهر بقى عندنا عضلات الظهر بطيقة الانكباض. يعني ممكن تقف ست سبع ساعات في الشمس وتقدر تكمل وتمشي وتروح وتيجي وبعد ثمان ساعات وعادي وضهرك عادي ممكن تكمل عادي. لان لو ضهرك كان سريع الانكباض كنت تلاقي من بعد اول ساعة تلاقي ضهرك وقع اللي انت بتسيح كده على الارض اللي انت بتتضم في بعضك. هو ده الفرق ما بين ده وده. الستات اجسامهم مصممة ان هي تعمل اه مجهود بسيط يعني بسيط يعني درجة بسيطة او درجة متوسطة بس لفترات طويلة. احنا كرجالة اجسامنا اه مصممة اللي احنا نقدر نعمل مجهود رهيب بس في فترات قليلة. احنا عندنا اللي بيتحكم في الموضوع ده حاجتين الهرمونات وعضلات سريعة الانكباض اللي هو هرمون التستستيرون والجي اتش. اما عندهم اللي بيتحكم عندهم اللي هم عندهم عضلات بطيقة الانكباض. عشان كده الست اه زي والدتك او اختك بيقدروا يعملوا الشغل اه بطريقة يعني يقدروا يعملوا شغل البيت وما يقدرواش يتعبوا. لكن انت مدرش يعمل الموضوع ده. هنيجي للسؤال اللي هو طب ما احنا التستستيرون او هرمون التستستيرون والجي اتش مسؤول عن الضخامة العضلية. طب هنتقول لي يا محمد طب ما وفيه ستات بشوفها في كمال الاكسام دولت عندهم ضخامة عضلية واعضلاتهم ضخمة وشوهم كده تحس ان هو عريض واكتفهم وحاجات كده عجيبة تحس ان الست كمال الاكسام مليانة مليانة عضلات وتلاقي حجمها ضخم يعني حجم العضلات ضخم زي حجم عضلات الرجال انا هقول لك ليه هقول لك ان هما دول بياخدوا تستستيرون من بره بياخدوا هرمونات الزكورة دي من بره حقن صنوعية. علشان كده الستات دي بتاخدوا حقن دي عشان العضلات تكبر. هو ده اللي بيحصل. لكن لو احنا مثلا بنك احنا احنا كنا في البداية كنا بنقولي ان التستستيرون كان مسؤولة عن الضخامة العضلية. فالستات دي عشان يعني تزود الضخامة العضلية فبتاخد التستستيرون. بس كده. اه وربنا يا رب يدي الاهلين الصحة يا رب ويدي الوالدتنا يا رب طلطل عمر والصحة كمان. بس انا حبيت ان انا اعرفكم ان لما والدتك تيجي تقولك تعال ايا بنخسل معي الموعين او تعال اخسل اه واخسل اه السجاجيد معي. يا ريت تبعت لها الفيديو ده. قل لها يا حاجة اتفرجي على الفيديو ده وانتي هتعرفي اين فرق ما بيننا و منكم اللي احنا على طول بنفيس وانتو على طول بتبقوا ما شاء الله ربنا يديكم الصحة اجسامكم معدل حاجة زي كده. يا جماعة يا جماعة 85% من اللي بيتفرجوا على الفيديوهات ما بيشتركوش. الاحسايات بتجيلي على الفيسبوك. اتمنى بس تنزل تحت وتعمل اشتراك في القناة وتعمل لايك. اتمنى. ده انت كده بتدعمني على اليوتيوب. بس هو ده اسهل حاجة تقدر تعملها لي. شكرا جدا ليكم وما تنساش. اتمنى تشير الفيديو ده. واتمنى تعمل لايك وتشترك في القناة. شكرا جدا. احب اتكلم عن الساحة. احب اتكلم عن الساعات. ان شاء الله طبيعني. شكرا جدا ليكم. كان معكم محمد تحسين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اشتركوا في القناة.